في البداية إذا بدأ مع حضرتك بسؤال الحرق هل ينفع أطلب من جاري أنه يصلح حاجة بايزة عنده عشان عملالي أنا إزعاج؟ آه طبعا لأنه لو حاجة بتأذيني أو حاجة بتعملي إزعاج فحقي عليه كجار وحقي عليه كإنسان أنه هو ما يأذيني بأي حال من الأحوال هذا الإزاء قد يكون مادة في حاجة واضحة وقد يكون معناوي في سلوك أو في تسرف وقد يكون اجتماعي في عدم معاملة جيدة كل دي أمور لازم في أي حال من الأحوال الشخص يكون حريص على أنه ما يأذيش جاره طيب طبيعة الطلب أعتقد ممكن تختلف أو طريقة الطلب ممكن تختلف أطبعا الأسلوب هنا مهمة قوي يعني أي حد في أي حاجة في الدنيا الأسلوب ممكن يخليك تحصل على اللي أنت عايزه وممكن الأسلوب يخليك ما توصلش ولا حاجة حتى لو حقك يعني ساعة حد يبقى معه الحق لكن طريقة حديثه أو طريقة وصوله للتحقيق الحق ده بيضيعوا منه لأنه بيتحاول أنه هو يبقى غلطان وما يبقاش معه الحق فهنا الأسلوب والطريقة مهمة قوي في التعامل مع المواقف ومع الأشخاص ومع أي أزمة ممكن تمر في الحقيقة إحنا كلنا في مركب واحدة يعني كلنا في البلد مسؤولين مسؤولية اجتماعية كلنا في العيلة مسؤولين مسؤولية اجتماعية كلنا في العمارة مسؤولين مسؤولية اجتماعية كلنا في كومباونس حتى مع بعض مسؤولين مسؤولية اجتماعية لأن إحنا لدينا علاقة باللي حوالينا شئنا أو قبائنا دي اسمها علاقة إكبارية وليست علاقة اختيارية يعني إيه علاقة إكبارية؟ أي حد فينا ساعات بيدخل علاقات اختيارية عشان هو عايز يعمل علاقة مع الشخص ده لكن العلاقة الإكبارية عندما تفرض عليك أنك تتعامل مع الشخص ده لأن فيه مصلحة هنوصل لها دايما العلاقات الإكبارية مرتبطة بمصالح وأهداف وحتى لو مش مصالح فاند بلسان اجتماعي آية إيه المصلحة مع الجار؟ إن أنا عيش في سلام إن أنا عيش في أمان إن أنا لو تعرضت لأي موقف ألاقي هو أقرب حد لي في أي استغاثة في أي شيء فالجار هنا أو الشخص القريب ده ده علاقة لازم أحسنها طب إذا إحنا مطرين نتعامل مع بعض بأن نتعامل بشكل كويس نعرف في إطاره ونحقق العلاقات الإيجابية